إصحى يا نايم وحده الدايم تصحره فإن في السحور بركة أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات إياحة طبعا عرفتوا حلقتنا عن إيه؟ المسحرات طبعا المسحراتي فولكلور ارتبط برمضان بيحبوا الأطفال وبيستنوا الكبار بيلف في الشوارع بصوت جهوري يروي قصص الأنبياء بأنغام ترابية وكمان بيقول ابتهالات دينية أول مسحراتي كان عراقي في سنة 228 هجريا وكان اسمه عنيسة ابن إسحاق كان بيمشي من مدينة العسكر لحد جامع عمر بن العظ بالفستات يقول تصحره فإن في السحور بركة يا عباد الله طبعا اختلفوا في موضوع المسحراتي ده كان في أي عصر من العصور الإسلامية الأديمة في العصر العباسي مثلا كان المسحراتي بينشر الشعر العربي اسمه قومة القومة جاية من قومة للسحور ليه وزنين مختلفين وكان غير ملتزم باللغة العربية كان بيقول قومة للسحور أي قوموا للسحور وتقال إن أول واحد اخترع فن القومة هو الشاعر ابن نقطة في بغداد في العصر الفاطمي أمر الحاكم بأمر الله إن الناس يناموا بدري بعد صلاة التراويح مباشرة وكان الجنود بيمروا على البيوت يخبطوا على الأبواب عشان يصحوا الناس وقت السحور وبعد كده عين الراجل بيلف على البيوت يخبط على الأبواب وكان اسمه المسحراتي دق كل باب ويقول يا أهل الله قومة للسحور تحولت مع مرور الأيام العصاية اللي كان بيخبط بيها على الباب إلى طبلة بيخبط عليها المسحراتي بعصاية ويقول يا عباد الله قومة للسحور دقات منتظمة وكانوا بيسموا العصاية دي البازة والحد دلوقتي اسمها كده فالعصر المملوكي بقى ابتدع الناس بدعة جديدة جدا وهي أن هما كانوا بينوروا الفوانيس وقت الفطار مع الأزان وكانوا يسيبوها شغالة لحد معاد الإمساك اللي هو معاد السحور مع معاد الأزان وكادت أن تختفي فكرة المسحراتي نهائي لولا الظاهر بيبرس رجعها تاني وعين ناس من العامة وعلماء الدين ومن هنا اتحول المسحراتي لموكب كبير قوي بيستناء الكبر وبيفرحوا به الأطفال الصغيرين جدا وبيرددوا معاه الأغاني بتاعته وكانوا بيفرحوا بيها جدا وكانوا أهليهم بيبعثوا معاهم هدايا كمان للمسحرات ومن هنا نبقى عرفنا قصة المسحراتي جيت منين وحكايتها ايه من أول من العصور القديمة العصر الإسلامي والعصر المملوكي والعصر الفاطمي وكمان لحد الآن هو ده فلكلور شعبي أو فلكلور مصري مرتبط بشوارع رمضان وحتى في الأحياء الشعبية وفي الأحياء الراكية لحد الآن لسه بيطبقوه ومازالت فرحة المصريين برمضان مختلفة كمان في احتفالتهم استنوني وسير جديد من أسرار التراث الرمضاني في إياحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة